من كان يرافقك خلال بداياتك في التعلم لأحكام التجويد وأحكام القرآن الكريم؟ أكيد الوالد والوالدة وأنا أشكرهم جزيل الشكر على اهتمامهم وأنا أنصح والدي الأطفال أن يهتموا بأولادهم لأن الولد لا يمكن أن تضعه في سكة يذهب وحده إلى الطريق الصحيح يجب توجيه أو واجب توجيه الوالدين لكي يتجه في الطريق الصحيح فأنا أشكر والدتي الكريمة ووالدي الكريم على اهتمامهم وعلى رعايتهم لي وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل كل ما قدموه من أجلي في ميزان حسناتهم إن شاء الله